بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج قال آية الله الشيخ محمد تقي الأصفهاني قدسة روحه الزكية التقيت بأحد أولياء الله تعالى فسألته أسئلة مختلفة وكثيرة ومن الأسئلة قلت له علمني ذكرا أو دعاء سريع الإجابة أقرأه إذا وقعت في مشكلة أو ظهرت لي حاجة فقال لي لا يوجد ذكر عند الله سبحانه وتعالى أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد فعن موسى بن جعفر الكاظم عن أبيه عليهما السلام قال من صل على محمد وآل محمد فمعناه أني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى وعندما تكون أنت على الميثاق والوفاء وعلى الولاية فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك قال أبو حمزة سألت مولاي الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقال الصلاة من الله عز وجل رحمة ومن الملائكة تسكية ومن الناس دعاء وأما قوله عز وجل وسلموا تسليما فإنه يعني التسليم لإمام الأمة فسألت الإمام الصادق عليه السلام كيف نصلي على محمد وآل محمد كي نبلغ رحمة الله سبحانه وتعالى نصل إلى قضاء حاجاتنا كي تتحسن أحوالنا فقال الإمام الصادق عليه السلام تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته فقال أبو حمزة قلت يا مولاي ما ثواب من صلى على النبي بهذه الصلاة فقال الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أمه أي أن هذه الطريقة من الصلاة تخرجك من الذنوب كهيئة يوم ولدتك أمك لا ذنب عليك مطلقا تمزغ صحيفتك تماما تأخذ صحيفة بيضاء لا ذنب فيها نعم هناك من يسأل ويقول فإذا كان فؤان قد ظلم فلان فلان قد سرق من فلان فلان قد أخذ حق فلان الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب التي بينه وبين العبد ثم أهل البيت عليه السلام يسامحون على جميع التلكؤات التي وقعت بين العبد وبينهم وأما مسألة الحقوق فإن الله سبحانه وتعالى قد قال بصريح العبارة على لسان الإمام الصادق عليه السلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيف نستطيع أن نوفق بين هذين الأمرين جاء في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه للتوبة ويرزقه كي يعيد للناس حقوقه فما عليك إلا أن تؤمن برحمة الله عز وجل وتقرأ هذا الذكر دائما وأبدا إذا استطعت في كل وقت صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته 14 مرة بعد صلاة الفجر أو في كل وقت تحب فإن الله سبحانه وتعالى يقضي لك الحوائج وينظر في أمورك جميعا ويصلح شانك ويصلح ما بينك وبين الناس جميعا فإن كانوا يطلبونك مالا رزقك وإن كانوا يطلبون حقا قضاه عنك وهو أرحم الراحمين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام